نفذ مواطنون في بلدة حوارة في محافظة إيربيد وقفة أمام شركة مياه اليرموك احتجاجا على ضعف ضخ المياه إلى منازلهم وانقطاعها المواطنون قالوا إن المشكلة متجددة في كل عام وتدفع السكان لشراء المياه على نفقتهم الخاصة من جهته مدير عام شركة اليرموك المهندس منتصر المومني أرجع سبب نقص المياه عن بعض سكان البلدة إلى ارتفاع منازلهم وهو ما يحول في بعض الأحيان دون وصول المياه إلى الخزنات مشيرا إلى أن الشركة مستعدة لتزويد المتضررين بصهريجة لسد احتياجاتهم للأسف الشديد السلطة والمسؤولين في السلطة ما تجاوب مع أمر رئيس الوزراء وإحنا الآن إهل حوارة نتقدم بشكفة على هذه السلطة لرئيس المزراء وإلى جلالة الملك حفظه الله يا سيد العزيز إحنا إهل حوارة عطشانين مشكلة مياه حوارة تاريخية وأزلية المشكلة إحنا بتنحل بالشتوية بالسيف بتظل المشكلة موجودة بالشتوية بالسيف بيجو على السلطة بقولونا مرة الكهرباء قطعت المي عن المذخات مرة بقولونا صار احتداء على الخط الرئيسي المشكلة الموجودة في بلدة حوارة هي أنا أكد لكنها مشكلة فردية وليست مشكلة جماعية طبعا الأخو المواطنيين اللي ما وصلهم وي أثناء الدور طبعا بمناسبة كانوا مبارح دورهم بالمياه اللي ما وصلهم مياه أثناء الدور رح يتم عيصال المياه إليهم من خلال سهاريج أنا بوقع جميع الأخو المواطنيين في بلدة حوارة أنه في الأسبوع القادم إن شاء الله رح يتم متابعتهم وجميع الملاحظات اللي وصلتنا رح نتابعها إن شاء الله طبعا بالمناسبة أحب أشير إلى أنه تم خلال العام الماضي وهذا العام استبدال شبكة مياه حوارة بالكامل حاليا نقوم بتشغيل هذه الشبكة واستكمال العطاء اللي احنا نفذناه بتنفيذ الوصلات المنزلية وبالتالي من الانتهاء من جميع المشاكل الفردي اللي احنا شفتها في بلدة حوارة صيف هذا العام والصيف العام الماضي